اشتركوا في القناة ما فوق خلينا ناخد لحظة صمت نتأمل بحضور الرب قدامنا وننتبه لهالحضور ونسأله انه يعطينا النعمة والقوة لنسمع كلامه ونتعلم منه ويعطينا روح الكدوس لحتى يخلي هالكلام يصير فينا حيات اسم الاب والابن والروح الكدوس صلى الله الواحد امين من انجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقة قال الرب يسوع للجموع متى رأيتم سحابة تطلع من المغرب تقولون في الحال المطر آت فيكون كذلك وعندما تهب ريح الجنوب تقولون سيكون التقص حارا ويكون كذلك ايها المراؤون تعرفون ان تميز وجه الارض والسماء اما هذا الزمان فكيف لا تميزونه ولماذا لا تحكمون بالحق من تلقاء انفسكم حين تذهب مع خصمك الى الحاكم اجتهد في الطريق ان تنهي امرك معه لان لا يجرك الى القاضي ويسلمك القاضي الى السجان والسجان يطرحك في السجن اقول لك لن تخرج من هناك حتى تؤدي اخر فلس حقا والامان لجميعكم اختي هالنص البسيط للوهل الاولى منفكر انه ما له معاني عميئة ولكن بس نتأمل فيه منشوف انه الرب يسوع عم يجرب يدلنا على حقيقة بحياتنا وهي تمييز علامات حضوره اذا منطلع بنص لوقة 12 54-59 اللي اريناء بمطرحه بقلب اطاره يسوع برحلي طالع من الجليل صوب اورشالين وبنفس الوقت هو عم بيعلم عم بيلتقى بالفرسيين بالفرسيين والكتب وياللي كانوا عم ينتقدوا عكل شغلي وعم بيحرجوه وبرياء عم بيحاولوا يوقعوه نتطلع انه وصلنا لهالمكان هيدا يسوع عم يحكي عن العلمات اللي هي بالطبيعة وعم بياخد من الامور البسيطة للبشر بيعيشوه بيعيشوه عم بيقوله ولو انه اي مزارع بيعرف بيتطلع بالسماء وبيعرف انه رح بتشتي ما هيك او هلأ الريح الجنوب نحنا منقل له نحنا الخمسيني الرياح الخمسيني جاي ورح بتعمل رح بتكون حارة بهال امور كلها سوا كل انسان بيعرف بالطبيعة بيرقى بالطبيعة بيعرف العلمات وانطلاقا من هالعلمات بيعرف شو رح بيصير نتائج ولكن بنفس الوقت هالعلمات هيدا اللي هي كانت بحاجة انه نميزة هي بتعني بالحياة الشعب زبادكن اليهودي بتعني انه علمات تدخل الله بحياة الشعب كان شعب منتظر مجيء المخلص وهالانتظار هيدا رح بيكون انتظار بياخد كل حياتهم كل قلبهم كل افكارهم حتى صلواتهم لانه المنتظرين الخلاص معقول كل هالانتظار ويجي المخلص وما نعرف نميز انه هو صار حاضر هيدا هو الموضوع اللي عم ينترح اليوم الموضوع اللي عم ينترح انه انتو يا فرسيين ويا كتبي بدل ما تشوفوا العالمات اللي عم يعملها يسوع انتو وتكتشفوا بحقيقة يسوع حقيقة المسيح المنتظر انتو كمان بعاد سرتوا عن هالحقيقة هايتي ولذلك هوني عم بيقلهم عليكم انكن تتوبوا حين تذهب مع خصمك الى الحاكم اجتهد في الطريق ان تنهي امرك معهم يعني عليك انك تلاقي طريقة لحتى ترجع تنتبه توعى على حقيقتك وتغير مسلكك وتغير كل المفاهيم اللي عم بتحطه انت او العرق اللي عم بتحطه تجاه حقيقة الملكون هالموقف هيدا منشوفه عند لوقى قبل بكم فصل وقت اللي يحنى المعمدين من السجن بيبعث تلميذين لعند يسوع بيقله اأنت القاتي ام ننتظر اخر شو بيعمل يسوع بيشفي بيرد العمى لل للعميان بيشفي المرضى وبيبشر بالملكوت وبيروح بيقلهم روحوا شوفوا شوفوا اللي صار وخبروا يحنى المعمدين العم يبصرون والعرج يمشون الى ما هونالك بيستعمل عبارة من اشعية النبي لحتى يأكد له ليحنى انه لا هذا جاني انا وهيدا الاعمال هي العلمات اللي رح بتدل على حقيقة وجودي اختي من هون ما رح من كتر رح منفوت دغري بحقيقة المعمدين علامات عمل الرب لحتى نميزة ونعترف ونتعرف عليها ونعترف فيها ولكن ضروري هالشي يصير قبل فوات الاوان لحتى نحن نسمح لعمل الله الخلاص يطالنا ويطال عالمنا ويتحقق الملكوت على الارض مثل ما منصلي ومنقول بالابانا ليأتي ملكوتك ولحتى يحل الملكوت منقول كمان لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض لانه بمشيئة الله وتحقيق مشيئة الله بحياتنا وعلى الارض يتحقق الملكوت ارتباط تحقيق ملكوت الله على الارض هو رهن بقديش نحن منحقق مشيئة الله بحياتنا وبمجتمعاتنا وبأوطاننا ولكن بنفس الوقت هو رهن كيف منتعلم نقرأ علمات الزمن الحاضر علمات زمن يسوع بحياتنا اليوم يعني زمن عمل الروح القدس بالبشرية جمعاء وهالعلمات وهالعلمات ممكن نشوفها حتى بأشخاص غير مسيحيين لأن الرب كمان عم بحضر زرع بطرق غير طرقنا والسهول أوقات كتير بتكون بيضة للحصاد وعلينا نعرف نقرأ علمات وانميزة على ضوء تعاليم الرب بالانجيل حتى نعرف إذا كانت من أعماله وكل هالشي من أجل الملاكات من أجل الملاكات عمل الله بخلايقه والعمل على الاعتراف فيها وتأكيدها وإدخالها بمشروع الملكوت اللي عم نسعى لتحقيقه اليوم وقالله معكم اشتركوا في القناة